موسيقى نشرة والأخبار من الميادين سلام الله عليكم وإلى العنوين موسيقى مستعدون للاستقالة من مجلس النواب وليعصوا لي أمره الصدر يوجه نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي لكتابة استقالاتهم تمهيدا لتقديمها طهران تقرر تسريع تركيب أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي والوكالة الدولية تعلن تبلغها إزالة 27 كاميرا مراقبة وتعد الخطوة تحديا لعملها شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في حلحول بالضفة الغربية والأسير زكريا زبيد يضرب عن الطعام تضامنا مع الأسيرين خليل عواود وراء دريان وعندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء الأسد يؤكد أن أي غزو تركي لشمال السورية سيواجه بمقاومة شعبية ورسمية وإردوغان يؤكد المضي في إقامة المنطقة الآمنة بايدن يتحدث في قمة الأمريكيتين عن إرساء الديمقراطية والرئيس المكسيكي قاطع احتجاجا على عدم دعوة فانزويلا وكوبا ونيكاراكوا نبدأ من العراق حيث دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي إلى كتابة استقالاتهم تمهيدا لتقديمها معتبرا في كلمة له أن الانسداد السياسي في البلاد مفتعل فإن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقا أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة زادهم الله شرفا مستعدون للاستقالة من مجلس النواب وليعصوا لي أمرا إذن فليكتب أحبتي نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب استعدادا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإعاز لهم في قابل الأيام ومعنا مباشرة من بغداد مراسل الميادين صلاح الخزاعي صلاح تفاعلات هذه المواقف التي أطلقها السيد الصدر الصدر اليوم بهذا الموقف زاد المشهد السياسي تعقيدا بعد أن كانت هناك أجواء شابها القليل من التفاول بعد تمرير البرلمان قانون الأمن الغذائي من خلال التوافق وبالتالي هناك من ذهب إلى أن هذا التوافق ربما يكون بوابة لتوافقات ربما تؤدي إلى تشكيل الحكومة ولكن الصدر لم يتأخر كثيرا بعد ساعات على تمرير قانون الأمن الغذائي كان له موقف واضح وصريح من خلال الإصرار على تمسكه بخيار تشكيل حكومة الأغلبية أو البقاء في المعارضة ثم الموقف التالي الذي ظهر اليوم هو دعوة نواب التيار الصدري إلى كتابة استقالاتهم تمهيدا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان حال طلب منهم ذلك وبالتالي هنا الصدر تخطى خطوة الجميع تحدث عنها ربما تكون الخيار التالي بعد عدم المضي إلى توافقات أو عدم قدرة التحالف الثلاثي الصدر وحلفائه إلى الذهاب إلى الأغلبية وتشكيل الحكومة وهي حل البرلمان وبالتالي تقديم الاستقالات يعني أن الصدر يترك المعارضة في حال قدمت هذه الاستقالات ويمضي إلى الشارع إذا ما انسحبه من البرلمان وهذا يعني أيضا أن صلاح هو يقول بأن الانسداد السياسي في البلاد مفتعل هل يمكن شرح المقصد من ذلك ومن بالتحديد الذين يشير إليهم مقتدى الصدر هو سجار بين الإطار التنسيقي وبين التيار الصدري كمان ليشير إلى الذين يعني دعاهم إلى أن ينضموا إليه في مشروعه للأغلبية وبالتالي المضي في عملية تسمية رئيس الجمهورية وأيضا تاليا تشكيل الحكومة واضح الخطاب هو يوجهه بشكل صريح إلى من عرقلوا مشروع الأغلبية ولم يمضوا معه في المشروع العددية الرقمية داخل مجلس النواب هذا الانسداد الذي يجري الحديث عنه سماه الصدر اليوم مفتعلا لأنه يتهم الآخرين بأنهم يعرقلون المضي بحكومة بإمكانها هو يصفها وهو يراها أنها قادرة على تقليم خدمات والنهوض بالواقع الحالي يعني غماء الصدر يرون أن التوافق هو الحال وبالتالي يوم أمس في قانون الأمن الغذائي لم يمر إلا بعد أن توافقوا وبالتالي يرون أن التوافق هو الحل المضي في الحكومة تسمية رئيس الجمهورية اليوم قطع الطريق أمام هذا التفاؤل الذي جرى بعد التصويت على قانون الأمن الغذائي وكانت له مواقف واضحة وصريحة أما أن يشكل حكومة الأغلبية أو أبقى في المعارضة أو أن يقدم نواب التيار الصدري استقالاتهم وبالتالي هنا تجاوز خطوة حل البرلمة أشكرك جزيلا شكر صلاح الخزاعي مراسل ميادين كنت معنا مباشرة من بغداد نفى مسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري اتهام أربيل لكتائب حزب الله بالمسؤولية عن قصف مقر للموساد في أربيل بالطائرات المسيرة مساء الأربعاء العسكري وفي بيان حذرهم وصفهم بعصابة مسعود ودعاهم إلى التأدب وإلا سيعملون على تأديبهم بحسب قوله هذا يتطرق إلى قرار قانون الأمن الغذائي معتبرا إياه من أكبر عمليات السرقة في تاريخ العراق أنهى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت زيارة سريعة لم تكن معلنة مسبقا إلى أبوظبي وكان في استقباله وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد وسائل العلامة الإسرائيلية لفتت إلى أن الزيارة تأتي على خلفية التقدم في البرنامج النووي الإيراني من جهته قال بنت أن زيارته تهدف أيضا إلى الارتقاء في العلاقة الخاصة الجاري نزجها بين تل أبيب وأبوظبي قدم نواب في الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون يدعو إلى مساعدة إسرائيل ودول عربية على تعزيز الدفاعات الجوية ضد إيران وبحسب صحيفة والسريت جورنل فإن المشروع سيورد على الكونغرس وينص على أن يعمل البنتاجون على دمج تلك الدفاعات لإحباط مواصفها بالتهديدات الإيرانية كما يفرض عليه تقديم استراتيجية تحدد نهجا لنظام دفاع جوي وصاروخي متكامل في غضون 180 يوما من تاريخ تمريره قانونا ساري المفعول ردا على تقرير مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت وسائل إعلام إيرانية نطران ستقوم بنصب أجيال حديثة من أجهزة الطرد المركزي في منشآتها النووية إضافة إلى البدء بإيقاف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية التفاصيل في تقرير أحمد البحراني في رد سريع وصف بالعقابية على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت إيران نصب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف عمل جزء من كاميرات المفتشين في منشآتها النووية خطوة أولية ضمن سلسلة خطوات ستتخذها إيران إذا وصلت الولايات المتحدة وأوروبا سياسة الضقوط القصوى تقول طهران وهناك من يرفع السقف إلى حد أكبر نحن قادرون على تخصيب اليورانيون بنسبة 90% وبمجرد أن نشعر أن اتخاذ هذه الخطوة سيصب في مصلحتنا الوطنية وما أن يقرر قائد الثورة ذلك سنواصل التخصيب إلى هذه الدرجة يجب عدم إحياء الاتفاق النووي بأي ثمن لن نقف مكتوفي الأيدي إذا وصل الطرف الآخر تهديداته بهذه العبارة فتح حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية صفحة جديدة من تعامل بلاده مع المستجدات فالبرنامج النووي السلمي الإيراني هو الأكثر شفافية على صعيد العالم بحسب بيان الخارجية تصعيد وتصعيد مضاد لكنه يبقى في إطار الممارسة القانونية سقف طعام الإيران مع الإجراءات العدائية ضدها قد يرتفع إلى الخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والتخلص من كل القيود المفروضة على برنامجه النووي لكنها لن تقوم بإنتاج القنبلة النووية ووفق مصادر إعلامية مقربة من دائرة القرار في إيران ستقوم طهران قريبا بنصب الجيلين الرابع والسادس من أجهزة الطرد المركزية في منشأة نتانز كإجراء قد يجر الأطراف الأخرى إلى طاولة المفاوضات من جديد برغم التوتر الحاصل بين إيران والأطراف الغربية والدعوات الداخلية للخروج من معاهدة أم بي تي هناك من لا يزال يتحدث عن إمكانية حصول انفراجة في اللحظات الأخيرة طالما لم يتبنى مجلس حكام الوكالة الذرية قرارا بحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي أحمد البحراني طهران الميادين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال جروسي قال إن الوكالة أبلغت أن إيران ستوقف عمل 27 كاميرا لمراقبة نشاطاتها النووية ما يشكل تحديا كبيرا لقدرة الوكالة على مواصلة عملها في إيران ما تم أبلاغنا به أن 27 كاميرا مثل هذه الكاميرا التي كما تذكرون عرضناها في ديسمبر حين كنا نعيد تركيب الكاميرات في إيران قد تم فصلها عن نظام المراقبة عبر الإنترنت الذي لدينا هناك إن هذا الإجراء يشكل بطبيعة الحاد تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك إذا لم يتم التوصل إلى حل لهذه المسألة في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة قاضية هكذا رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مخاطبا الدول الغربية أن إيران لن تتراجع عن مواقفها وأن الكم الكبير من القرارات ضد إيران لم توصل إلى أهدافها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني من جهته أكد في تغريدة أن تغيير سلوك اليونان بعد رد الفعل المتناسب والقوي من إيران على احتجاز ناقلتها بطريقة غير قانونية وبأوامر أمريكية يظهر لجانب عشرات التجارب الأخرى أن السبيل الوحيد للإدفاع عن حقوق البلاد هو التعامل بالمثل مقابل التنمر أكان في الاتفاق النووي أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي سائر الساحات الأخرى وكانت اليونان ألغت حكما قضائيا سمحا للولايات المتحدة بمصادرة جزء من شحنة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة ترفع العالم الإيراني قبالة سواحل اليونان وحسب وكالة رويترز نقل عن مصدر قانوني فإن محكمة الاستئناف قبلت دعوة نقد الحكم الأولي الذي تقدمت به إيران حيث سيكون من الصعب إلغاؤه معنا مباشرة من طراء مدير مكتب الميادين ملحم ريا ملحم نبدأ من عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماذا يعني الخطوة الإيرانية بتقييد آلية عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة الانشآت النووية الإيرانية كما الخطوة الإيرانية التي حصلت بالأمس في الحقيقة بإزالة كاميرتين في إحدى المشآت النووية الإيرانية هذه الخطوة وأيضا ما تحدث عنه رفايل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران أبلغت الوكالة بنيتها إزالة حوالي 27 كاميرا من كاميرات الوكالة هذه الخطوات هي رد على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقدته إيران بشكل واضح جدا اعتبرته بأنه غير قانوني اعتبرت بأنه محاولة ضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل إسرائيل اعتبرت بأن مدير الوكالة الدولية رفايل جروسي عندما قدم تقريره لمجلس محافظي الوكالة استند إلى معلومات زائفة إلى معلومات كاذبة من قبل الكيان الإسرائيلي وبالتالي إيران أجابت بشكل واضح وشكل شفاف على أسئلة الوكالة المتعلقة بالمواقع الثلاثة التي تدعي الوكالة بأنها وجدت فيها ذرات أو إشعاعات نووية وهي مواقع غير نووية فيها الحقيقة إيران تقول بأنه تم التعامل مع هذا الأمر وأغلق هذا الملف منذ عدة سنوات لكن الوكالة الآن أعادت فتح هذا الملف في إطار تسييس الملف الذي ينبغي أن يكون ضمن إطار تقني وبالتالي من المحتمل أن تقوم إيران بإجراءات أخرى إجراءات تصعيدية هذا الأمر حقيقة مرتبط بشكل أو بآخر بطريقة تعامل الجانب الغربي إيران واضح من كلام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم من أنها تفهم جيدا خلفيات القرار الصادر من مجلس محافظية الوكالة الدولية تفهم بأن الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي يريدون فيها الحقيقة الضغط على إيران في هذه المرحلة للقبول بشروط الإيرانية لذلك قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم بأنهم يريدون من خلال هذا القرار أن نتراجع عن مواقفنا ولكننا لن نتراجع خطوة واحدة نحن الآن أمام لعبة عبد الأصابع إن جاز لنا التعبير من سيصرخ أولا إيران ردت على هذا القرار باتخاذها إجراءات تتعلق بإزالة الكاميرات ربما بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لاحقا وربما أيضا بإجراءات أخرى رفع مستوى تقسيم اليورانيوم إلى 90% ربما بتقليص تعاونها أكثر مع الوكالة الدولية للطاقة الضرية ربما بالخروج من معاهدة MBT معاهدة حد من الانتشار النوي ربما أيضا بعدم تطبيق البروتوكول الإضافي كل هذه الخطوات هي خطوات طمعية أقدمت عليها إيران خارج اتفاق الضمانات خيارات ممكنة أغلب التقديرات ملحم تقول بأن ما يجري بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الضرية وتسييس الملف زيارة جروسي لإسرائيل وغيرها كل هذا يلقي أو يرخي بظلال ثقيلة على مفاوضات فيينا وعلى فرص التوصل لاتفاق نووي ماذا يقول الإيرانيون في هذا الصدد الجانب الإيراني كمال بطبيعة الحال يرغب في مواصلة هذه المفاوضات لكن العقدة برأي الإيرانيين هي عند الولايات المتحدة الأمريكية الكرة الآن في ملعب إدارة جو بايدن عليها اتخاذ القرارات السياسية المناسبة لإحياء الاتفاق النووي مرة جديدة إيران تقول بأنها قدمت ما عليها أن تقدمه ولكن العقدة عند الجانب الأمريكي أمريكا هي التي لا تريد رفع حرس ثورة عن قائمة الإرهاب الأمريكية أمريكا هي التي لا تريد أن تعطي الضمانات الكاملة والواقعية والمنطقية للجانب الإيراني فيما يتعلق برفع العقوبات بشكل كامل العقوبات التي تريدها إيران أو هذا الرفع الذي تريده إيران أن يكون مؤثرا لكن فيها الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال برأي الإيرانيين تتلاعب تمارس إدارة جو بايدن نفس السياسة التي كان يمارسها دونالد ترامب بممارسة الضغوط القصوى على الجانب الإيراني ظن منها بأن إيران ستتراجع إيران تقول بأن أمريكا لم تفهم حتى هذه اللحظة التفكير الإيراني والإصرار الإيراني بالرغم من كل العقوبات التي فرضت عليها لم تتراجع إيران قيد أنمولة عن مواقفها ما الذي سيحصل الآن بعد هذا القرار من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مفاوضات فيينا في الحقيقة كل الأمور مرتبطة بالجانب السياسي كمال يعني هذا القرار الذي صدر مجلس محافظي الوكالة بالرغم من أنه له طابع تقني ولكنه مرتبط بما حصل في فيينا بالجانب السياسي إذا تم الآن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة المفاوضات وحلحلة القضايا التي لا تزال عالقة أو على الأقل التوصل إلى أرضية تفاهم مشتركة بين الطرفين عفوا أي تنازل إيران من جهة أو تنازل الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى هذه الأمور المتعلقة بالجوانب التقنية التي وردت في تقرير رفايل جروسي ستحل في غضون أقل من شهر أشكرك جزيلا شكر ملحم ريا مدير مكتب الميادين كنت معنا مباشرة من طهران قال الرئيس اللبناني ميشيل عون أن لبنان سيطلب من الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عموس هوكستين استنافى مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير مباشرة وأكد عون أن لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات أن يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في مياهه وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية من جهة ثانية أعلن عون أن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة ستكون في الأيام المقبلة وقال إن على الحكومة الجديدة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي رأى مراقبون إسرائيليون في بيان وزراء الأمن والخارجية وطاقة الإسرائيليين عن أن إسرائيل لن تستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها مع لبنان خطوة تعكس خشية إسرائيلية من التصعيد ولسيما إزاء معادلات الردع التي أرساها حزب الله مقابل إسرائيل تقرير ملال إسرائيل في خطوة تعكس خشية إسرائيلية من الدخول في مواجهة مع لبنان وحزب الله على خلفية استخراج الغاز من حقل كاريش حرص وزراء الأمن والخارجية والطاقة الإسرائيليين بني جانس ويائر لبيد وكارين الهرار للمرة الأولى وبنحو رسمي على إصدار بيان استثنائي أشاروا فيه إلى أن أعمال التنقيب عن الغاز واستخراجه من حقل كاريش تتم في المنطقة الاقتصادية لإسرائيل لا في المنطقة المتنازع عليها وهو ما أكدته الهرار مجددا في مقابلة إذاعية يجري الحديث عن موضوعين مختلفين منصة كاريش توجد في المياه الاقتصادية لإسرائيل وهناك بئر أخرى موجودة في المنطقة المتنازع عليها إسرائيل دائما مستعدة للمفاوضات وأدعو لبنان لإدارة مفاوضات على تلك البئر وربما هم يستطيعون استخراج الغاز الخاص بهم وفيما أشار معلقون إلى أن بيان الوزراء الإسرائيليين يتساوقوا والموقف الأمريكي الداعي إلى التهديئة وتفادي التصعيد كان أخرون أكثر وضوحا عندما تساءلوا عن سبب كل هذا القلق في المؤسسة الأمنية والعسكرية من رد من جانب حزب الله على الأعمال الإسرائيلية في البحر بالرغم من أن عمليات التنقيب بعيدة عن النقطة التي يدعي لبنان النزاع بشأنها إلا أن هناك خشية في المؤسسة الأمنية والعسكرية بأنه قد يندلع شيء ما هناك ردا على جولة لحزب الله مثلا نحن نعرف كيف أن حادثا غير مخطط له قد يؤدي إلى تصعيد وهذا الأمر حاليا هو أحد مخاوف إسرائيل الآن لا أحد يستطيع استخراج الغازي من المنطقة المتنازع عليها بالمناسبة لماذا لا نفعل ذلك؟ ما الذي حصل لشعب إسرائيل؟ ما الذي حصل له؟ ألسنا نستطيع في المستوى الجيوستراتيجي البدء بالاستخراج من هناك؟ تبدل النبرة الإسرائيلية فيما خص موضوع الغازي إزاء لبنان في المنطقة المتنازع عليها ما كانت لتتم برأي خبراء إسرائيليين لو لا موقف حزب الله الواضح بشأن التنقيب عن الغاز والاعتداء على حقوق لبنان البحرية ولو لا معادلات الردع التي أرساها مقابل إسرائيل في البر والجو والبحر أيضا نبقى في الشأن اللبناني حيث طلبت نيابة العامة التمييزية للدعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء تحقيق أولي تجريه منذ عام بشأن ثروته ويشمل طلب الادعاء شقيقه رجى سلامة ومديرة مكتبه مريان لحويك وآخرين للاشتباه في جرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وتهريب أموال إلى الخارج والإثراء غير المشروع يذكر أن القضاء السويسري كان قد طلبه مساعدة من السلطات اللبنانية في تحقيق بشأن ثروة سلامة بينما جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسنبورغ مائة وعشرين مليون يورو تعود لسلامة إلى فلسطين المحتلة حيث السشد شاب ووصيب عدد آخر أثناء التصدي لاقتحام قوات الاحتلال منطقة حلحول شمال الخليل وأفاد الهلال الأحمر بأن الشاب محمود أبو عيهور البالغ سبعة وعشرين عاما استشد برصاصة وصابت رأسه مباشرة فيما أصيب شبان آخرون بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت أثناء اقتحام الاحتلال منطقة الواقعة شمال الخليل جنوب الضفة الغربية وإغلاق شركة حلحول للصرافة ومصادرة أموالها واعتقال شاب في محيط المكان وعلى صعيد نضال الأسرة قالت مهجة القدس المختصة بشؤون الأسرة أن الأسير زكريا سبيدي أحد أبطال لنفق الحرية مضربون على الطعام لليوم الرابع على التوالي تضامنا مع الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان معنا مباشرة من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر لحام ماذا يجري في حلحول ناصر؟ في حلحول يجري قطة طرق واللصوص الاحتلال اتخذ طابع اللصوص اقتحمى البلد الآمنة شمال الخليل صادر نعمية وثلاثين ألف دينار عردني ما وجده في محل الصرافة ثم فتح الرصاص المعدني والغاز على الشبان أصاب أربعة واستشهد عيهور وأبل ثم أيضا في مناطق أخرى كان يفتح الرصاص العودة إلى مهاجمة المصارف والبنوك تعود إلى ألفين واثنين وألفين وثلاث حين كان زعيم ياسر عرفات محصرا في مقره في رمالة كان الاحتلال دابا يداهم البنوك وبالذات يومها البنك العربي لإعتبار أن المقاومون يستخدمون هذه البنوك العودة بهذه الطريقة إلى فتح النار أولا ثم سركة ما بالبنوك والمصارف وحتى المنازل وأكثر من مرودين الجنود بسركة مصارف ذهبية يدل على أن إسرائيل تفقد السيطرة وتوحشت بالنسبة لإضراب الأسرى كذلك ناصر وأنضمام الأسير زكريا زبيدي إلى أحد أبطال نفق الحرية إلى المضربين على الطعام ودخول اليوم الرابع على الإضراب كيف تتابع المؤسسات الفلسطينية هذا التحرك داخل السجون وأيضا حول احتمالات تطور ذلك وأيضا أن تتسع حركة الإضراب داخل السجون جوال الجماهير الفلسطينية لم تخذر الحركة الأسيرة أبدا في تاريخها لم تترك الأسرى لوحده مخصوصا في فترات الإضراب على الطعام زكريا زبيدي مقاتل من الدرجة الأولى في الصفات القيادية التلقائية طبيعي جدا أن ينضم إلى هذا الإضراب الشعب الفلسطيني يعرف زكريا ويعرف صفاته جيدا لا يمكن أن يتخلى عن أسرى آخرين مضربين عن الطعام وفيما يتعلق بالإضراب دائما النصرة كانت من الجماهير الفلسطينية ومن وسائل الإعلام وطبعا حتى المحامين جماهير الثمانية واربعين التي دائما وقفت مع الأسرى المضربين عن الطعام هذه معركة أخرى بكمال وتستمر ومهمة الأسرى المضربين عن الطعام الإظهار للعدو كم هم مؤمنون بقضيتهم ومهمة الجماهير الفلسطينية أن تحميهم ومهر وسائل الإعلام ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة من بيت لحم شكرا جزيلا رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي طلب البطرياكية الأرثوذكسية أبطال عملية الاستيطاني في البلدة القديمة في القدس المحتلة والاستلاء على ممتلكات لها البطرياكية أكدت قيمة منظمة استيطانية ببيع مباني تابعة لها هي في الأساس ملك للكنيسة باتباع أساليب غير شريفة للحصول على الممتلكات وأضافت أن المستوطنين حصلوا على العقارات من دون إذن منها متملكة أغلب المباني الواقعة عند مدخل باب الخليل حيث سيكون بمقدورها توطين مئات الأشخاص هناك وبالتالي تغيير الطبيعة الديموغرافية لهذه المنطقة العربية نفت الخارجية التونسية الشائعات التي تحدثت عن وجود تقارب تونسي إسرائيلية تفويل التطبيع يأتي ذلك بعد حديث صحيفة إسرائيلية عن وجود تقارب إسرائيلية مع تونس تقرير مراد دلانسي في خضم انقسام سياسي حاد تعيشه البلاد وأزمات اقتصادية متفاقمة تفجر صحيفة إسرائيلية بلون اختبار كما يصفه متابعون بعد حديثها عن محادثات بين تونسيين وإسرائيليين هدفها التمهيد لإرساء علاقات دبلوماسية بين الطرفين قبل أن تستطرد الصحيفة الإسرائيلية بالقول إن معارضة داخلية وأخرى من الجزائر قد تعاقل هذه الخطوات رئيس الجمهورية لا يقبل التطبيع كل حاجة في مكانه صحية ثم ضغوط ثم محاولات ثم من المطبعين من المثقفين ومن الأدباء تونس نفت نفيا قطعيا ما وصفته بالشائعات التي دأب الإعلام الإسرائيلي على نشرها وجددت دعمها الثابت للقضية الفلسطينية مؤكدة أنها غير معنية بإقامة علاقات دبلوماسية مع كيان محتل فيما ذهب مراقبون إلى اعتبار أن هدف هذه الأخبار محاولة أضعاف الرئيس التونسي الذي أكد أن التطبيع خيانة عظمى هذه التصريحات ولا هذا التوجه ولا هذا كده غير موجود أصلا وطبعا لا يلزم الرئيس قيسايد ولا يلزم حتى التحركات أو حركات أو الموفمون فبالرغم من الانتقادات التي وجهها ناشطون أخيرا للقيادة التونسية على خلفية زيارة إسرائيليين معبد الغريب اليهودي في جزيرة جربة إضافة إلى التلكؤ في سن قانون يجرم التطبيع بقيت تونس طوال السنوات الأخيرة بعيدة عن كل خطوات التطبيع بين دول عربية وبين إسرائيل سواء كان الأمر يتعلق ببلون اختبار كما يصفه البعض أو بمحاولة لتشويه مصاري الخامس والعشرين من جويليا كما يقول أنصار الرئيس قيس سعيد فإن المعطيات الإقليمية تؤكد أن تونس لتزال هدفا للقوى المطبعة باستخدام الضغوط الاقتصادية والسياسية لتعديل موقفها من إسرائيل مراد الدلانسي تونس الميادين إسرائيل تطلق موقعا بعنوان 365 يوما من الثقافة الإسرائيلية حول العالم لمواكبة مناسبات ثقافية إسرائيلية في العالم في جميع ميادين الإبداع فماذا قدمت الأنظمة العربية ومؤسساتها للدفاع عن هوية العرب وإبداعهم ولماذا يستبعد المثقف العربي الحر ويحاصر مقابل فتح الأبواب للمثقف المستسلم والمتغربي والمنفصل عن حقوق شعبه مشروع الاحتلال الأخير بإطلاق أنشطة ثقافية على مدار السنة غزو ثقافي يرافق غزو التطبيع لأن التطبيع الثقافية هو أخطر أدوات وعنوين المواجهة الحالية على الإطلاق للهيمنة على الدول التابعة بأبوابها المفتوحة على التغريب منذ عقود ومؤسساتها المقفلة على الثقافة الأصيلة الملتزمة بحقوق شعوب المنطقة لصالح ثقافة هجينة يسيرها منطق الاستهلاك والترفيه الهابط والترويج للحاكم والعائلة المالكة ومشاريع التخلي عن حقوق وثروات الأمة الثقافة المقاومة حاضرة إنتاجا وإبداعا في جميع الميادين ولم يتوقف المثقف العربي عن القتال دفاعا عن الهوية وقضايا التحرر والاستقلال لكن الإنتاج الثقافي شيء وترجمته كمشروع شيء آخر المنع والسجن والإقصاء مصير الثقافة المقاومة المتحررة والترويج والجوائز والدعم هي مكافأة الإنتاج الثقافي الفاقد للهوية والمتغرب تماهيا مع الاستعمار أو الخاضع لإرادة أصحاب القرار والثروة في ظل معادلة غزو ثقافة الاحتلال وميوعة واستبداد ثقافة الأنظمة يقع المثقف العربي الحر بين فكي كماشة ينتج فلا يجد منصة أو رافعة لإبداعه إذ يجب الاعتراف بأن الغالبية الصاحقة من وصائط ترويج الثقافة الوطنية والعالمية تهيمن عليها السلطة والمال أليست أنظمة البترول وحلفاؤها في الغرب الأطلسي والاستعماري هي من تمارس العنصرية الثقافية والإبداعية بحق غيرها ولا تعترف أو تتقبل أي مثقف عربي أو مسلم إلا ذلك المستسلم المنبطح في الخيارات السياسية أولا ألا يستبعد مبدعون عرب ومسلمون من المهرجنات والجوائز والتكريم فقط لقربهم وقناعاتهم بفكرة المقاومة ومساندة فلسطين ألا يشهد الإبداع الثقافي الفلسطيني عموما والمقاوم خصوصا وكذلك في سوريا ولبنان وإيران والعراق نهضة لافتة بينما لا يجد طريقه إلى الشاشات العربية والمهرجنات العربية بسبب خياراته الوطنية والقومية فاصل نتابع بعده نشرة الأخبار مجددا حياكم الله أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة مع قناة روسيا اليوم أن أي غزو تركي لسوريا سيواجه بمقاومة شعبية وأشار إلى أن الجيش السوري كبد نظيره والتركي خسائر خلال المواجهة بينهما قبل عامين إذا كان هناك غزو سيكون هناك مقاومة شعبية من المرحلة الأولى طبعا في الأماكن التي تواجد فيها الجيش السوري وهو لا يتواجد في كل المناطق في سوريا وعندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء منذ عامين ونصف حصل الصدام بين الجيش السوري والتركي وتمكن الجيش السوري من تدمير بعض الأهداف التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية سيكون نفس الوضع بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية عدها ذلك سيكون هناك مقاومة شعبية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال أن تركيا تنفذ بشكل تدريجي قرار حماية حدودها عبر تأسيس منطقة أمينة بعمق 30 كم في حدود تركيا الجنوبية وفي كلمة له خلال متابعة تدريبات العسكرية للقوات التركية قبل تساوح لمدينة أزمير قال اردوغان كنا أول من قاتل داعش في سوريا وسنستمر في مكافحة الأرهاب مضيفا أن تركيا نجحت في اجتياز أكثر الاختبارات أهمية في العالم مثل مكافحة المنظمات الأرهابية والهجرة غير النظامية نجحت تركيا في اجتياز أكثر الاختبارات أهمية في العالم مثل مكافحة المنظمات الأرهابية والهجرة غير النظامية كنا أول من قاتل داعش في سوريا وسنستمر في مكافحة الأرهاب إننا ننفذ بشكل تدريجي قرار حماية حدودنا عبر تأسيس منطقة آمنة بعمق 30 كم في حدود تركيا الجنوبية الرئيس التركي أعلن نيته الترشحة للانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل وخلال تجمعا لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدرية أزمير غرب البلاد أعلن إردوغان أنه مرشح تحالف الشعب في إشارة إلى التحالف بين حزبه وحزب الحركة القومية اليمينية أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن عزل روسيا مستحيل رغم حقيقة أن الدول غير الصديقة تحاول عزل موسكو اقتصاديا وتجاريا وسياسيا بيسكوف شدد على أن الدول المعادية لن تنجح في عزل روسيا ولفت إلى أن مبادرة إنشاء سيادة التكنولوجية الروسية مهمة للجميع وأشار إلى أن هذه المبادرة ستتم مناقشتها على نطاق واسع خلال منتدى سانت مدرسورغ الاقتصادي من جهة أعلن وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف أن الغرب يقاوم العالم ما كي لا يفقد هيمنته واعتبر لافروف أن الغرب يقاوم بشراسة مسألة تعدد الأقطاب وأكد أن تشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب ذو أهمية خاصة اليوم الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي وقع مرسوما بشأن عقوبات شخصية ضد الرئيس الروسي فلادنر بوتين إضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع الداخلي الروس وعلى 236 جامعة الروسية كما طالب الغرب بتزويد بلاده بأسلحة دفاعية ثقيلة بعيدة المدى معتبرا أن ذلك سيمكن بلاده من استعادة مدينة سيفرو ديناسك سريعا وقال أن المعارك الدائرة في المدينة الستراتيجية ستحدد مصير منطقة دومباس معتبرا أنها واحدة من أصعب المعارك منذ بداية العملية الروسية نقلت صحيفة واشنطن بوست عن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي بأن السلطات واشنطن ولندن وضعت خطة لتدريب الجيش الأوكراني على استخدام رجمات صواريخ وضعت الصحيفة أنه من المقرر في هذه المرحلة تدريب فصيلة من الجنود الأوكرانيين من الجانب الأمريكي من جهته قال ميلي أنه يجب البدء ببرنامج عقلاني ومدروس يدربهم إلى الدرجة أن يكونوا فعالين لافتا إلى أن التدريب سيستغره نحو أربعة أسابيع مع أعلان موسكو نجاحة في ربط أراضيها بشبه جزيرة القرم عبر خط بري يكون الرئيس الروسي فلاذ مربوت قد حقق هدفا رئيسا في العملية الروسية في أوكرانيا ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر البري خصوصا في حسم المعركة شرق أوكرانيا تقرير حسين السيد أهلا بكم تقترب روسيا من تحقيق هدفها من المرحلة الثانية للعملية العسكرية في أوكرانيا وهو السيطرة الكاملة على إقليم دونباس الأمر بات أقرب من أي وقت مضى ولسيما مع أعلان موسكو نجاحها في ربط أراضيها بشبه جزيرة القرم عبر خط بري هو ممر استراتيجي يمتد على طول 1200 كم من السكك الحديدية التي تربط روسيا بالقرم وأيضا عبر الأراضي الأوكرانية والدونباس ووفق وزير الدفاع الروسي فإن تسليم البضائع إلى مدن أوكرانية تقع تحت سيطرة بلاده قد بدأ فعلا لكن ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر بالنسبة لروسيا في الواقع تشغيل الممر قد يمثل مرحلة حاسمة في تسليع عملية السيطرة على دونباس نظرا لأهميته اللوجستية وإمكانية استخدامه لنقل المعدات العسكرية والمواد الغذائية إلى القوات الروسية المتمركزة في الأقليم انطلاقا من هذا التطور الميداني الاستراتيجي تؤكد موسكو أن عمليتها العسكرية تسير وفقا للمخطط له على العكس تماما من التوقعات الغربية فشل الغرب في توقع مسار الأحداث تمثل بتقرير نشرته المخابرات البريطانية منذ نحو شهر فقط بعنوان روسيا لن تتمكن أبدا من فتح ممر بري يربط القرمة بإقليم دونباس لكن يبدو أن موسكو فجاءت الغرب بتحقيقها هذا الانتصار الاستراتيجي الهام انتقد حراك الخامس والعشرين من جويليا في تونس إضرابات القضاة والوظيفة العمومية وغيرها إذا اعتبرت قيادات الحراك أن هذه الإضرابات تخفي أجندات سياسية وأنه يجب محاسبة الداعين إليها قامس أنا قمت في المحكمة وجدت وجبهة الخلاص والقضاة مع بعضهم اليوم القضاة تونسي يرتكب جريب التعطيل المرفق للقضايا وتعطيل هرية العمل كان لابد وضروريا من تغيير هذا النظام السياسي الفاشل البرلماني الذي تحصصته الأحجز زيب والذي اقتسمت فيه وهو نظام هجين ومشوه اقتسمت فيه ذروات تونس كأنها كعكة يا أخوية نقولوا أحنا الشعب راه وقعد يضحي خليك الانتحاد أنت وراء هلفية الشعبية هذية وراء جزء من الشعب اللي قعد يضحي وضحي ما ونحلينها للضربات وخلينا ما هوش وقت ضربات وما هوش وقت عدي صمات وأحنا نقولوا بالحق الانتحاد إذا كان يحب يعاوننا في المسارة ذي ويحب يبين حسن نيتو ونقول حسن نيتو قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قمة الأمريكيتين التي تستضيفها بلاده تمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية في المنطقة التي تمثل أساسا لأي تقدم وازدهار القمة التي تركز على ملفات عديدة من بينها الهجرة والاقتصاد شهدت مقاطعة الرئيس المكسيكي احتجاجا على عدم دعوة فنزويلا وكوبا ونيكاراكوا تقرير محمد كريم القمة التاسعة للأمريكيتين تعقد في لوس أنجلس وسط جملة تحديات وملفات إقليمية عالقة أبرزها التحديات الاقتصادية وملف الهجرة وتغير المناخ وعلى ما يبدو أن مقاطعة الرئيس المكسيكي للقمة احتجاجا على عدم دعوة فنزويلا وكوبا ونيكاراكوا فرضت نفسها على سير عمال القمة التي حاول فيها الرئيس بايدن استعراض أبرز التحديات في الوقت الذي تتعرض فيه الديمقراطية للهجوم دعونا نتحد مرة أخرى ونجدد قناعاتنا بأنها المكون الأساسي لمستقبل الأمريكيتين نحن بحاجة إلى جعل سلاسل التوريد أكثر أمانا ومرونا كورونا وحرب بوتين على أوكرانيا يعقدان وضعنا الاقتصادي القمة شهدت تركيزا كبيرا على مشاركة القطاع الخاص واستثماراته في المنطقة في محاولة أمريكية لإحياء التكامل الاقتصادي بين الأمريكيتين عبر توسيع مشاركة البنك الدولي وصدوق النقد الدولي والشركات الأمريكية في عموم القارة الجنوبية عندما نضع مبلغ ثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار في السياق أخذينا بالاعتبار أن إجمال سكان السلفاتور وكواتيمالا وهندوراس نحو ثلاثين مليون شخص عندئذ سيكون للاستثمار تأثير مباشر على حياة الناس هناك ويبدو أن جهود إدارة بايدن في استثمار القمة لمعالجة الهجرة تعقدت رغم أعلانها عن تخصيص قرابة ملياري دولار لهذا الملف مع غياب رؤساء دول هندوراس والسلفادور وكواتيمالا التي يمثل رعاياها غالبية المهاجرين إلى الولايات المتحدة رغم استجابة الإدارة الأمريكية لمقاطعة الرئيس المكسيكي بدعوته للبيت الأبيض الشهر المقبل إلا أن غياب رؤساء سبع دول سيمثل تحديا للرئيس بايدن في كيفية الترويج لنجاح قمة الأمريكيتين محمد كريم واشنطن الميادين لذلك انتقد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد الولايات المتحدة لعدم دعوة ياكوبا لحضور قمة الأمريكيتين واصفا من القنصلية المكسيكية في لوس أنجلس التصرف الأمريكي بالأمر المثير للجدل للغاية لن أقول إنه عدم احترام ولكنه مثير للجدل للغاية عدة دول طرحت الموضوع خلال عقلنا جلستنا الأولى مع وزراء الخارجية لقد ناقشنا هذا بالفعل قبل عشر سنوات في كارتخين عام 2012 في ذلك الوقت توصل إلى استنتاج مفاده أنه يجب دعوة كوبا وهذا ما حدث في باناما عام 2015 مع الرئيس أوباما ولكن في العام الحالي تتم مناقشة الأمر مجددا ختم النشرة من غزة حيث يعكف فريق من المتضامنين الإيطاليين مع القضية الفلسطينية على تقديم دورات تدريبية لرياضة ياسيرك داخل القطاع بسبب التضييق على حركة خروج الرياضيين للمشاركة في نشاطات خارج القطاع خطوة لاقت استحسان الكثيرين في ظل المعاناة الكبيرة التي يعيشها أطفال غزة ورغبتهم في مشاهدة عروض ترفيهية تساهم في تخفيف أثار الاحتلال تقرير وسام العشي اختلنا غزة لأنه توجد مشاكل اجتماعية هنا فالناس يعيشون في مكان كالسجن لا يستطيعون الخروج منه لتحصيل المعلومات أو إحضارها نحن فريق واحد للسيرك ولكن انقسمنا إلى جزئين واحد هنا واحد في مدرسة السيرك كل الناس في غزة يتمتعون بالطاقة التي لا تتوقف أقوياء لا أقصد من الناحية الجسدية فقط ولكن عقليا أيضا هم أقوياء نحن نريد أن ندعم فلسطين وخصوصا غزة هذه أول زيارة لي للقطاع أتمنى أن نعود قريبا لإحضار بعض الأغراض وبعض الأشياء للسيرك أول حاجة دون أدوات ودون حاجات حلوة والتاني حاجة أنهم لما كنا نشوف الحركاتهم على النيت كانت منظرها صعبة ولكن لما عرمونا إياها وضربونا عليها فحسناها سهلة علينا النشرة انتهت في ختامها تذكير بالعناوين مستعدون للاستقالة من مجلس النواب وليع صولي أمر الصدر يوجه نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي لكتابة استقالاتهم تمهيدا لتقديمها طهران تقرر تسريع تركيب أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي والوكالة الدولية تعلن تبلغها إزالة 27 كاميرا مراقبة وتعد الخطوة تحديا لعملها ولعبالك تطلع إن شاء الله روحك ميمة أتقال ولعبالك تطلع شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في حلحول بالضفة الغربية والأسير زكريا سبيد يضرب عن الطعام تضامنا مع الأسيرين خليل عواود وراء دريان وعندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء الأسد يؤكد أن أي غزو تركي لشمال سوريا سيواجه بمقاومة شعبية ورسمية وأردوان يؤكد المضي في إقامة المنطقة الآمنة بايدل يتحدث في قمة الأمريكيتين عن إرساء الديمقراطية والرئيس المكسيكي يقاطع احتجاجا على عدم دعوة فينزويلا وكوبا ونيكاراكوا لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين في أنترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة